اهلا بكم في دورة جديدة من دورات اكاديمية البيت المهندسي الدورة بتاعتنا تخص الرسومات التنفيذية او ما يعرف بالشوب دروينج قبل ما ابدأ مع حضراتكم في الاهمية بتاعت الشوب دروينج تعالوا في الدرس التعريفي دوت نتكلم عن المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله على مدار الدورة هتكون واحتوياتها ايه بالزبط في المحاضرة الاولى وهي تعبر عن introduction عن الشوب دروينج والرسومات التنفيذية هنبدأ نتكلم فيها عن من اول ما المشروع بيبتدي كفكرة معمارية لحد ما يبدأ تنفيذه في الموقع لحد ما بعد التنفيذ وكل مرحلة لها رسومات معينة في مرحلة التصميم الاولى بيبع عندي ما يعرف بالدزاين دروينج ده بيعمله المهندس الاستشاري بعد كده التصميم بيروح لمقاول يعمل ما يعرف بالشوب دروينج وهنعرف هو ايه في الدروس القادمة ان شاء الله وبعد كده بنبدأ نعمل مرحلة تالتة من الرسومات بتعرف بالاز بيلت دروينج وهي الرسومات اللي بتتعامل بعد التنفيذ بتاع المبنى او بتاع السيستمز المختلفة اللي في المبنى المحاضرة التانية بنبدأ نتكلم عن الفايرفايتنج شوب دروينج سيستم بشيء من التفصيل تالي المحاضرة التالتة بنتكلم عن انظمة الصرف والدرينج يلي المحاضرة الرابعة بنتكلم عن انظمة اليوتر سابلاي والمحاضرة الخامسة بنتكلم عن انظمة الاتشفاك كل جوز من المحاضرات دي بنتكلم في كيفية تنفيذ او كيفية عمل واعداد الرسومات التنفيذية الشوب دروينج قبل حضرتك ان الدورة بتخص مهندسي اللي يكتر ميكانيكا بشكل اعام وتخص طبعا مهندسي الميكانيكا بشكل خاص ايما كان تخصص حضرتك هل حضرتك مهندس ميكانيكا شغال في نظام مكافهة الحريق او مهندس ميكانيكا شغال في الفايرفايتنج او في الووتر سابلاي ساستم او في ادفرانج او في الميديكال جازز او في الاتشفاك فأيما كان التخصص ده لو حضرتك ناوي أو شغال أو هاتشتغل في إعداد الرسومات التنفيذية فلازم تبقى عارف الأنظمة الأخرى بيتعامل الشوب دروين برضو بتاعها إزاي لنزام حاجشا في الكلمة اللي أنا بكتبها هنا دي يعني أنت الأنظمة نفسها بتعمل لها كوردينيشن مع بعض عندي خط مية عندي خط مكافحة حريق عندي داكتر تكييف عندي كابلات جهربة عندي مواسير ميديكال جازز فالأنظمة دي كلها لازم بتعمل لها كوردينيشن أو تنسيق بينها وبين بعض وهي دي الأهمية بتاعة دورة الشوب دروينج أو الرسومات التنفيذية أن حضرتك تبقى عارف الرسومات اللي هتجي لك من المهندس الاستشاري اللي هي الديزاين دروينج دي إزاي أقدر أعمل عليها التفاصيل اللازمة للتنفيذ لأن أنا لما بعمل شوب دروينج فأنا بحول الرسومات الخاصة بالتصميم الديزاين دروينج إلى رسومات قبلة للتنفيذ فهنعرف إيه هي التفاصيل اللازمة لعمل الكوردينيشن أو التنسيق بين الأنظمة المختلفة والتعاليق والتسابيط بتاعة السيستمز والتفاصيل اللي لازم أضفها على الديزاين دروينج دي عشان تتحول معي إلى رسومات تنفيذية أو ما يعرف بالشوب دروينج يقدر أي مقاول يقدر من خلال الرسومات الشوب دروينج دي ينفذ في الموقع وطبعا معنى الكلام ده إن أنا أبقى على دراية لما يكون عندي فول سيلينج بالشكل ده أو سقف صائب بالشكل ده إمتى أحط السبرينجلر هنا أو الديتكتور هنا أو اللايتينج بالشكل ده أو الجرال بتاعة الاتشفاك أو السبيكر وخدمات اللايت كورنج المختلفة لازم يبقى عندي المفهوم بتاع إيه أولويته عن إيه يعني لما يبقى تعارض مكان سبرينجلر مع مكان لايتينج أو مع مكان إتشفاك جرال إيه هو اللا هيتحرك فيهم الأول والتاني هيفضل في مكانه طب ده تحت السقف الصائد خلاص عرفنا الأولوية بتاعتنا تبقى عاملة إزاي طبعا في الدروس الجاية طب فوق السقف الصائد شبكة المواسير من أول شبكات مكافحة الحريق اللا باين عندي باللون الأحمر لشبكات التغذية بالمية اللا باين عندي باللون الأخضر مواسير البوليبروبلين للمواسير الخاصة بالصرف أو مواسير التشيلد ووتر أو الكابل تري اللي هي الحوامل بتاعة كابلات الكهرباء ونفس الشكل هنا باين لي طبعا دي مواسير التشيلد اللي هي باينة باللون الأسود مواسير بلاكستيل معزولة سبلاي وريتير مواسير مكافحة حريق وكل سيستم من دول لوسيلة التعليق بتاعته زي محاك شايف في الصورة طبعا السابورتينج سيستم ده هنتعرف عليه برضو من ضمن المكونات بتاعة الدورة لما يبقى عندي جزء خدمات بالشكل ده عندي هنا كابلات كهرباء عندي حوامل كابلات الكهرباء عندي مواسير مكافحة حريق عندي كوريدور زي ده في مستشفى عندي مواسير ميديكال جازز اللي هي تلت مواسير الحاكم شايفينهم دول مواسير الأكسوجين والإير والفكيام على سبيل المثال وعندي جزء حوامل الكهرباء بتاعتي موجودة هنا وعندي جزء الإنذار والكوندويتس أو المواسير اللي بيمشي جواها كابلات الإنذار موضحة عندي هنا مين اللي بيعمل الكلام ده وبيتعمل على أي أساس وطبعا لو تاخد بالك أنا عندي كامير إنشائي موجود في الكوريدور هنا فهنعرف في الدروس الجاية إنك ما ينفعش تشتغل شوب دروينج وأنا ما عنديش الدياتا بتاعة الإنشائي لأن الإنشائي ده برضو لازم أنسق مع النظام الإنشائي اللي موجود عندي في المبنى صورة أخرى موضحة عندك مواسير المية مواسير الميديكال جازز مواسير الفايرفايتنج طبعا التفاصيل بتاعة التنفيذ دي كلها من أول الارتفاع بتاع المصورة للمكان التفصيلي بتاع كل مصورة أو كل سيرفز من دي أي مكان السيرفز دي بقى هي بولي بروبلين ووتر سابلاي بايب ولا ستيل فايرفايتنج بايب ولا كابر ميديكال جازز بايب ولا كابلات جهربة كل الكلام ده ما ببقاش باين التفصيل بتاع المكان بتاعه في الرسومات التصميمية أو ديزاين دروينج أنا بس بحط كده خط ماشي في الكوريدور بس الخط ده على مسافة قد إيه بالزبط من الحائط أو ارتفاع قد إيه بالزبط من الأرضية كل ده ما ينفعش يتعامل إلا من خلال الشوب دروينج أو الرسومات التنفيذية وهو ده الأهمية بتاعته طبعا مكان زي ده في صواعد مكافحة حريق مختلفة تخيل حضرتك الصورة دي أو الغرفة دي كان اتساب المكان بتاعك زي الرسومات التصميمية وخلاص هو الرسومات التصميمية هتبين لك أن أنا في القوضة دي مثلا عندي خمستاشر صاعد مكافحة حريق والقطر بتاعه مربعة بوصة بس يبعدوا قد إيه من الحيطة يطلع المحبس ده يركب على ارتفاع قد إيه المسافات بين كل مصورة ومصورة اللي بعدها عشان يسمح بالتركيب ويسمح بالتسبيب بتاع كل مصورة دي المواصفات والمتطلبات اللي بيبقى معنا في شوب دروينج غرفة معدات زي الواضح لحضرتك هنا عمري ما في ديزاين دروينج بببين الارتفاعات والإجزاكت لوكيشن بتاع كل مصورة ومضخة زي دي زي ما انت شايف عايزة تتثبت على ستيل بيز أو كونكريت بيز أو قاعدة خلاصانية طب الأبعاد الإجزاكت بتاع القاعدة دي هتبقى كم متر طول في كم متر عرض الكلام ده لازم يتجاب من خلال كاتالوجات طب الكاتالوجات دي هجبها منين مش بعرفها قوي في مرحلة الديزاين ورسومات التصميمية بعرفها امتى في الرسومات التنفيذية نفهم من الموضوع ده ان الرسومات التنفيذية عندي لازم يتم اعدادها وتقدمها عشان يصبح الرسومات التصميمية قبل للتنفيذ في الموقع من خلال الكوردينيشن او التنسيق بين الانظمة المختلفة وبعضها بدون التنسيق بين الانظمة وبعضها هيصبح عندي الموقع لو تنفذ من خلال الرسومات التنفيذية التصميمية قاسف مجرد فوضى لان انا كم مقاول داخل انفذ كابلات الكهرباء او مقاول بخافذ الجزء بتاع شبكة مكافهة الحريق مش هبقى عارف انا هبقى على ارتفاع او على مسافة قد ايه من الخائط فاي حد هيعمل اي حية في اي مكان فيصبح الرسومات التصميمية عندي سبب فوضى في الموقع طبع عشان الكلام ده يتم بشكل المتناسق اللي يحصل لازم الرسومات التصميمية اللي بتطلع من الاستشاري تعدي على مرحلة من التنسيق والكوردينيشن والديتيلد دروينجز بتعرف بمسمى الشوب دروينج او الرسومات التنفيذية وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنه على مدار خمس محاضرات بنتكلم فيه عن كل ما يخص الميكانيكال ساستمز شوب دروينج نتقابل ان شاء الله فيه المحاضرة الجاية وهي محاضرة الانتروداكشن للشوب دروينجز والتفاصيل الخاصة بالشوب دروينج والداتا اللي انا محتاجها عشان ابدأ اعمل شوب دروينج هتبقى عبارة عن ايه وانس ان احنا خلصنا المحاضرة الاولى والانتروداكشن اللي هي عبارة عن اربع دروس هنبدأ ان شاء الله نتكلم فيه محاضرات منفصلة عن كل سيستم بشكل مفصل شوفكم ان شاء الله فيه المحاضرة الجاية ترجمة نانسي قنقر